سيدنا سلام الله عليكم أهلا وسهلا بكم متابعين أو فيا مشاهدين الكرام مرحبا بكم أهلا وسهلا والجديد كالعادة في قناة سيموشو دائما نأتيكم بالجديد وما هو جميل إلا كجمال قلوبكم في هذا الموقع الاستراتيجي الموقع الحساس الموقع الأنيق وحين أقول الموقع الاستراتيجي موقع إيكولوجي منطقة جميلة ولا في الأحلام الله إلا تشهد أنت عمر ريشي برداتي وتنسى العالم سبارك الله لكم إخواني متابعين الكرام نشهدوا الاستعدادات النهائية لافتتاح المحطة الطرقية بمدينة الرباطة إنها الغواصة النائمة ما تخلعوش هذه مجرد محطة طرقية بشكل هندسي جميل وأنيق على شكل غواصة مشاهدين أو في القناة إذا كنت توجد بالضبط هذه المحطة الجديدة التي ستفتتح إن شاء الله في الأيام القليلة جدا لأنه الأشغال النهائية الرتوشات ما هي الأشغال الكبرى في البناء لا أشغال الرتوشات كالنظافة كالميناج كتوزيع التدكير في البوست المحلات التجارية وهكذا كي عمروا بالمواد الغذائية كل ما يكتطلبه الأمر لافتتاح في يوم جميل كجمال قلوبكم متابعين الأوفياء عدنا هنا طريقة اللي جاية من القامرة واللي غا تديكم مباشرة كمركب ملي عرض الله واللي علي صار طريقة السيار اللي كتديكم مدينة الدر البيضاء الكبرى وعلي صار طريق الوطنية افتجاه مدينة مارا عدنا هنا حيل فتح أمامكم مشاهدين الكرام عدنا هنا القيطار وديز بسرعة وكيم المراحي الرياض إذن حطيتكم الجي بايس منظر جميل صارحة والله مدينة الرباط غتحطم الرقم القياسي في التوزيع الجغرافي للمناطق الخضرات ما شاء الله سنجد لكم محضر ربورتاش جميل مدينة الرباط كتتاخذ هذه الأناقة السبب كي يرجع لواحد السياسة قدرتها المملكة المغربية وبدأت في الرباط ما هي وسمحوا لي أن نرجع لكم هذا الموضوع ديال المحطة إن شاء الله هذا هو ملمودون هذا هو ملمودون الإيكولوجية المدون الجميلة هناك كلما تضرب في الكورنيش في الجنابات وسط طريق في الصحات تجد الخضورية والشجر لأنه المغرب نهج واحد السياسة ما هي؟ هي استعمال المياه العادمة ما هي استعمال المياه؟ ما بطار جفاف ما كانت جفاف كين ما كانت ولكن المال سالح شرب ما كانت سنستغل لها المياه العادمة لكي تبشيها المنطورة في الويدان وفي البحر دول التي يرى إلى هذا حيث في اليابان أنا أقول لكم اليابان ما كان أتداره المغرب دار واحد المحطات الحمد لله ركينا واحد المحطات نظن فعين عودة استغلال ديال المياه العادمة نشدوها ديال المياه التي لقياها من الضيور والغسل السيارات والزنقاء والأمطار نشدها ونستغلها مزيان نحاولها المحطة بحالة الشكل هذه محطة طرقية للنغل ولكن هناك محطة لإعادة الماء وفي مرحلة الأولى وفي مرحلة اليوم وهو تنقية الشوائب حجار الحديد وغط ولكن هناك مسموم خاطر وفي مرحلة الثالثة يزرع في مرحلة البكسيرية لكي يقتل هذه المواد السامة وفي مرحلة الرابعة يزرع شريش كبير لكي يضرب الشمش لكي يأخذ القوة والطاقة وفي مرحلة الخامسة يزرع تصفية وفي مرحلة السامة وفي مرحلة السامة وفي مرحلة السامة وهذا ما يقوم بها في الرباط وهذه السياسة التي تحديدها سيتم تحديد في الجهات كاملين في الجهات المغرب كاملين وفي الجنوب وسيقول ان شاء الله المغرب جنه خضرة اليابان شنو داروا؟ هذا الماء يسرع الحار الواد الحار لكي يقوله الواد الخيب يخرج من ديور ديانا ليس يتحف شدوه وداروه لواحد المصنع متطور بزيف 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 الحماق هذا المصنع لكي يشوفو هذا المصنع ويشدو هذا الواد الحار فلتارا 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 فلتراج فلتراج حتى يخرج للمرحلة البيض تجد أسريج وإنه سماكة سماكة حساسة جدا لتكون رشي بكسيري عندما يرون سماكة ساعة وانت تفرقل وانتلعب لا يوجد شيء مصخفات مواله يتأكدون بأن الماء صالح للشرب سيئ الناس في نوصله الحمد لله ونحن نفتجه المحطة متابعين الأوفياء تكلفت بالبناء شركة الرباط للتهيئة هي التي تكلفت بالبناء بمبلغ مالي 160 مليون درهم المساحة الإجمالية تقريبا 1-8 هكتارات جاءت محادية لمركب مولي عبد الله راوة أمامكم إذن الإشكال التي تتكلمت عنه مشاهدين الكرام هو الموقع الاستراتيجي عندما كنا قدرنا روبرتاج أولا في بناء هذا المحطة في الفيديو قبل الأخير تتكلمت عن الموقع بأن الموقع جاء صعيب لبعض المواطنين لأن الموقع القديم الذي كان في القامرة جاء موقع موقع استراتيجي من ناحية تنقل هذا موقع استراتيجي من ناحية إيكولوجية صراحة أنا معجب هذه المنطقة صراحة لأن أغلب الساكينة التي ستجد من رباط من سلا هذا هو السؤال التي نطرحه عملية الولوج ومسائل لأنه في القامرة كان يتم تطوبيسات كان يتم تطوبيسات كان يتم تطوبيسات كان يتم تطوبيسات هنا لم نكن لا أعرف أي شيء لأن في القامرة كل شيء يتم تصوره ماء تطوبيسات ونزل من المحطة تزيد 7 دقيق على رجلك تقريبا ما بين 5 دقيق حتى 10 دقيق إذا كانت مرة كبيرة أو 10 دقيق تصل إلى المحطة هذا هو لي كنت تتكلم عنه كنت من نوم الله تكون وسائل الولوج والوصول والنقل تكون متاحة لأنه الناس اللي قد يتحبط من المحطة اللي قد يتحبط من المحطة لا بد خاصة يكون النقل لأنه عنده البليزات والناس جاءت عبانا اللي جاءت من الصحراء اللي جاءت من الشمال ضروري النقل وكان ظن المسؤولين رأيكونوا فكروا في هذه المسألة أما من غير هذا الشيء فكل شيء هنا رائع وممتاز وخطير جدا رائع جدا إذن في انتظر الافتتاح كاللاحظ كاللاحظ بأنه لمساد الأخيرة بدأت إن شاء الله حتى الوقاية المدنية رأيما كين ينتمعهم ولي كي يدوروا ذلك حاليا كي يشوفوا الأماكن ديالهم لبصد ديال الإغاثة رأيما ديال سوكور رأيما تيوات جعب يعني مبقى إلا أيام قليلة جدا وقد نشاهدوا إن شاء الله وقد نحضروا الافتتاح إلى كتاب بحول الله الناس اللي بغان يشدوا للحمد يتطور الليمين هى المدار أمامنا سأعطيكم بتفسير عمليات الولوج للي جيون من السلاق قاكمين من القامرة وجايان من السلاق هى المدار ح Crawford طريق الس liberté امامكم مركب مولي عبد الله هو راهوة الساحة يلوها هي مركب راهوة مركب مولي عبد الله ونسبح الاولى في احدا اذا نحن سنذهب الى اتجاه المحطة الطرقية الطريقة الولوج طريقة مارق حديقة الحيوان نحن سنذهب الى محطة الطرقية نحن سنذهب الى شيء رائع جدا جميل جميل جدا موقع ايكولوجي صراحة هناك واحد مدارس غير اذا هادي دبا الطريق اللي غت ادي مولي الكيران هنا مولي الكيران فين ها يدخلو هنا خاص بصحاب الكيران ما تدخلوش انتو هنا انتو ما غتشدو هالطريق اليسار هناك هنا الدخول ديال خاص بالحافلة اذا انتو ما غادي تجيو فهذا الاتجاه وغتلقوا الباركين كبير هيكون هنا مكان سيارات تاكسيات وكين ثلاثة ديال البوابات هاوما غا يكون ثلاثة ديال البوابات كين هناك وكين ايضا في مكان اخر هاوما فين تدخلو احتا هاوما كين هناك وكين هناك هاوما اذا هاوما ايضا فين هذه المساحة الكبيرة ويمكنك اخرى دور على اليسار وترجع بحالتك ممكن ان تزيد القدام اهما هنا والدور هنا ولا بغيت ترك السيارة ديالك وقف هنا يا او لانا على اليسار اللي بغيت هنا مساحة كبيرة اذا هذه هي المحطة امامكم المشاهدين الكرام هذه هي البوابة الرسمية للمحطة من هنا منظر جميل رائع بوابة انيقة ايضا اخر الروتوشات ستفتح ان شاء الله غدا او بعد غد بحول الله اذا عندها ثلاثة ديال المداخل هذا المدخل رقم جوج وهنا كان الرقم واحد والهي من مورا كان الرقم ثلاثة اذا هذه هي المحطة الطرقية مشاهدين الكرام اذا مشاهدين الكرام الميناج حاليا كيدل على انها اليومين او ثلاثة ايام ان شاء الله غدا تفتتح محطة جميلة صراحة انيقة هذا المدخل رقم واحد اذا استعداد تجارياتنا على قدم وصاق وهنا كين المدخل رقم ثلاثة اذا كيني ثلاثة ديال المداخل مشاهدين الكرام هذا هو المدخل ثلاثة ديال المدخل الرئيسية محطة انيقة كنتمنى لكم ان شاء الله سفر سعيد بحول الله شاهدين الكرام هنا كين وقوف ديال السيارات هنا اما كين خاص بالنس دوي الحجيات الخاصة سيارات ديالهم ممر الرجلين هنا فين وقفوا الناس سيارات ديالهم اذا راكين واحد المكان واحد باركين كبير مساحة كبيرة بحول الله وموقع ايكولوجي جميل يطل على حي الرياض والاشجار والطبيعة والغازون كذلك ملعب اولمبي ومركم ملعب الله المكلف بصيانة الجرداء والسقي ديالها والري ديالها والمراقبة ديالها فريق المعروف سومي كوتراد هذا هو فريق سومي كوتراد هو المكلف ب الصيانة والمراقبة والسقي هدى الحدائق الجميلة مشاهدين الكرام لا تنسوناش من لايك هذا اخوكم سيمو من قناة سيمو الشو سفر سبع قناة المشاريع الملكية والوطنية بامتياز زعب المملكة المغربية لا تنسوناش من لايك الى اللقاء يا اصدقاء اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله اشتركوا في القناة